اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على اهمية الانجازات العديدة والمميزة التي حققتها مملكة البحرين في مختلف الحقول الشبابية والرياضية والتطور المستمر الذي تشهده منتخباتها الوطنية وما قدمته من مستويات راقية ومتميزة من خلال مشاركاتها الاقليمية والعالمية منوها جلالته بحرص المملكة على تطوير المنشآت الرياضية في مختلف الالعاب بما يواكب مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها في كافة المجالات والقطاعات جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصافرية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الذي قدم لجلالته سعادة السيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ورؤساء الاتحادات القرية والأمين العام للاتحاد الدولي وذلك بمناسبة زيارتهم للمملكة لحضور الاجتماع 67 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الكونغرس الذي تستضيفه مملكة البحرين بمشاركة 211 دولة بالإضافة إلى المؤسسات والجهة الإعلامية وفي بداية الاستقبال رحب جلالته حفظه الله بضيوف البلاد وتمني أنهم طيب الإقامة في البحرين والتوفيق والسداد في اجتماعهم بما يسهم في تعزيز وتطوير مسيرة الاتحاد الدولي ولعبة كرة القدم على الصعيد العالمي وأعرب جلالة الملك المفدى عن اعتزاز مملكة البحرين باستضافة هذا الاجتماع الرياضي المهم الذي تحضره نخبة من قيادات كرة القدم العالمية والذي يأتي تأكيدا على مكانة المملكة المتميزة على ساحة كرة القدم القرية وتكريسا لسمعتها المنبوقة على صعيد تنظيم واحتضان الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الإقليمية والعالمية معربا جلالته أيده الله عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس الاتحاد الدولي لتطوير اللعبة كرة القدم عالميا والارتقاء بها إلى مستويات أفضل ودعمه لمختلف البرامج الهادفة إلى النهوض بهذه اللعبة الأكثر شعبية في العالم منوها جلالته كذلك بدور رؤساء الاتحادات القرية خدمة لرياضة كرة القدم وأكد جلالته على الدور المهم الذي تمثله الرياضة في تعزيز علاقات الصداقة بين مختلف الدول ومد جسور التفاهم والتعارف وتعزيز قيم المحبة بين شعوب العالم كما أكد العاهل المفد على أهمية توثيق التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القرية والاتحادات الوطنية بما يقدم التطلعات المنشودة لتطوير لعبة كرة القدم وأشهد صاحب الجلالة أيده الله خلال اللقاء بالجهود المثمرة والمتواصلة لرئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم مع الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة ووضع الخطط والبرامج التطويرية التي أسهمت في النهوض بالكرة الاسيوية والوصول بها إلى أعلى المستويات وتحقيق مصلحة الدول القرى وتعزيز دورها وكلمتها في المحافل الرياضية العالمية من جانبهم أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورؤساء الاتحادات القرية عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدة على ما لقوه من حفاوة وترحيب خلال زيارتهم لمملكة البحرين مشيدين بما تشهده البحرين من نهضة وتطور وتنمية بقيادة جلالة الملك المفدة في مختلف المجالات خاصة والمجالات الرياضية والشبابية ترجمة نانسي قنقر